السلام عليكم و اهلا وسهلا فيكم في قناة ناصر GamerZone مثل عادة في نهاية كل اسبوع من لخص الأخبار اللي مرت علينا في عالم الألعاب خلاله في هذا الاسبوع شفنا سوني بتعطي فانزل بلاي ستيشن تسليك حال بستيت و بلاي متواضع عن الآخر بالضافة شفنا معلومات بتحكي انه اكس بوكس دخلت في شراكة للعبة حصرية مع استوديو جديد عمله مؤسسين استوديو روك سيدي السابقين بس قبل شارك لا تنسوني في زر اللايك والاشتراك في القناة لكل اشي في عالم الألعاب عموما و اكس بوكس خصوصا فخلينا نبلش بالخبر الاول واللي هو شفنا سوني بتشاركنا بستيت و بلاي الثاني لعام 2024 طبعا هذا الستيت و بلاي اجا بشكل مفاجئ وغير متوقع لانه كل الناس كانت مفكري انه سوني رح تعمل مؤتمر او شوكيس كبير وخصوصا انه هاي الفترة من فترة الصيف تعتبرية فترة المؤتمرات والشوكيس اللي بتعملها الشركات الالعاب التانية فمثلا في الشهر القادم رح نشوف شوكيس لكل من الاكس بوكس بالاضافة له يوبيسوفت وحتى عنا السامر جيم فست والعيون وانظار الناس عليهم عشان نشوفوا شو الاستوديوهات عم بطبخونا من العاب جديدة ومشان هيك اعلان سوني انه المؤتمر المنتظر ما رح يكون فعليا مؤتمر شوكيس بينما هو عبارة عن حلقة جديدة من ستيتو بلاي كان ايش مخيب للامال وخصوصا انه الناس وخصوصا لعبين بلاي ستيشن كان بيستنوا على فارغ الصبر انه سوني تشاركهم بخططها والعابها المستقبلية اللي رح تحمسهم للمستقبل المشرق اللي بيستناهم ابيضا على المستقبل ايلا هاي الحلقة من ستيتو بلاي شفنا فيها تواجد لأربعة عشر لعبة بالعدد واللي بلشت بلاعبة كونكورد من استوديو فيرووك واللي تعتبر لعبة ملتيبلاير من خمس لعبين ضد خمس لعبين واللي هي اول مشروع بيشتغل عليه استوديو فيرووك من بعد انشاءه في 2018 واستحوال سوني عليه بشكل كامل في عام عشرين 23 الفكرة العامة انك انت بتلعب بفريق من المرتزقة باسم الفريغانرز واللي كل مباراة فعليا انت بتلعبها هي مثل الكونتراكت المطلوب انك انت تعمله نفس الوقت رح يكون في فريق تاني من الفريغانرز بتنافسه ضدك وبيحاولوا انهم ياخدوا هذا الكونتراكت لإلهم الشغل الغريب اللي شفته في هاي اللعبة انه بتحس ان استوديو فيرووك عم بغوش من افكار تاني لعمل هاي اللعبة لانه حسيت ان الشخصيات على الاقل الاربع اللي منشوفهم في مقطع السينماتيك تبعي اللعبة هم يكوب بيس لشخصيات جاردينزوف دا جالاكسي بشكل او باخر انا صراحا ما بعتبر حالي من عشاق لعاب الملتيبلاير وخصوصا مثل هذا النمط من الالعاب بس من الواضح انه هذا الاستوديو رح يبدع في نقل كل خبرة موظفينه في عمل الالعاب كولوف ديوتي وديستيني ويعطينا لعبة فيسباس انشوتر بنمط سريع وسلس بس السؤال هل رح تنجح هاي اللعبة ولا لأ وللمعلومة لعبة كونكورد رح تنزل بشكل مباشر على الكمبيوتر ويبلاي ستيشن 5 يوم 23 تمانية من عام 24 واللي من اغلب تظن انه ممكن هذا الاشي يساعد هاي اللعبين اتحقق نجاح مثل النجاح اللي عملته لعبة هل دايفر ستو بس بشرط طبعا ان هاللعب تكون مسلة وغنية بالمحتوى اللي يضمن اندماج اللاعبين فيها ومن بعدها شفتك كشف عن البي سي بورت لعبة قادفور راقنورك واللي طبعا رح يكون شامل كمان للدي ال سي المجاني فالهالا بالاضافة رح يكون فيه العديد من التحسينات عن رسوم الصور واللي فريمات واللي هذا الحكي رح يخلي شراء نسخة الكمبيوتر من لعبة قادفور راقنورك تكون امر مغري وخصوصا للناس اللي ما لعبوها على بلاي ستيشن بس بدك تدير بالك لانه المعلومات بتحكي انه لازم يكون عندك حساب على بلاي ستيشن نتورك عشان تقدر تلعبها واللي هذا الموضوع هو امر عم بتحاول سنة تفرضه على العاب بلاي ستيشن على اجلسة الكمبيوتر واللي حديثا شفنا انتفاض لعبين الهل دايفر ستو بخصوص هذا الموضوع واللي بنهاية جبرة سنة انها تعكز قرارها وتخلي توافر حساب البي اس نتورك هو امر اختياري وليس الزامي بس المعلومات الان مبدئين بتحكي انه لعبة قادفور راقنورك على الكمبيوتر رح تكون تلزمك انك يكون عندك حساب على البي اس نتورك عشان انك انت تقدر تلعبها بس الله عالم اذا هذا الحكي رح يضلوا قيد التطبيق لما تنزل اللعبة على خير وسلامه بعد ان شفنا عودة مفاجئة لسلسلة العاب داينيستي ووريورز بلاعبة جديدة باسم داينيستي ووريورز اوريجنز واللي رح نرجع بشكل اصورة جديدة لواحدة من اكثر العاب الهاكن سلاش المحبوبية ما بين اللاعبين واللي من الواضح انه رح يكون في العديد من الامور على مستوى ساحات المعارك والجويش الجرارة اللي رح يخليها تكون لعبة لا تفوت وانتهى الفيديو التاع لعبة داينيستي ووريورز اوريجنز انه اللعبة رح تنزل في سنة عشرين خمس وعشرين بس بدون ما يحدد الفترة المعينة بس طبعا للمعلومة لعبة داينيستي ووريورز اوريجنز هي مش لعبة حصرية لبلاي ستيشن فايف لان رح تنزل كمان على الاكس بوك سيرس اكس و اس وبعدين شفنا كشف عن لعبة باسم انفينيتي نيكي واللي هي فعليا مقتبسة بشكل او باخر من لعبة باسم لوف نيكي واللي هي لعبة خلويات شغل بنات صغار او الناس اللي بيهتموا بالميكياج وقصص الفاشن والموضع على اختلافها لعبة انفينيتي نيكي رح نشوف فيها البطلة نيكي بتنتقل للعالم سحري واللي رح يكون بتركيز العالم المفتوح واللي من الواضح انه اللعبة رح تضعنا في عالم مليان بالحياة والالوان والموضع والمخلوقات الجميلة واللطيفة وكمان رح يكون فيها قتال وبلاتفورمي وكتير من الشغلات التانية اللي رح نقدر نشوفها كيف رح تطلع النتيجة النهائية تبعتها لما تتوفر البطلة التجربية تبعتها واللي المفروض انها تصير في الربع الثالث من عام 2024 وبعدين شوفنا كشف عن لعب جديد بالكامل باسم بلدوف انتارا واللي هي لعبة اكشن ار بي جي بعناصر السولز لايك نوعا ما المعلومات المتوافر عن هاي اللعبة بتحكي انه اللعبة رح نلعبها من خلال شخصيات باسم الامي سيريز او المبعوثين واللي رح تكون مهمتهم هي ارجاع السلام والهدوء الى عالم بارا المدمر والمأساوي رح نكون قادرين على انه نلعب هاي اللعبة لحالنا او معتنا من اصحاب ده بحيث انه نحن نتعاون في القصة ومهام اللعبة المختلفة بالاضافة الى غزو الدنجنز والتفوق على التحديات المختلفة اللي رح نواجهها في هاي اللعبة الرواية بتحكي انه رح يكون في بيتا تجربية لالها بس بدون ما يحدد متى الموعد رح يكون لهاي البيتا صراحة لعبة بلدوف انتارا هي من اللعاب اللي لفتة انتباهي واللي بتمنى شوفها زيد من المعلومات عنها ومن باب المعلومة لعبة بلدوف انتارا رح تنزل كمان على الاكس بوك سيري اس اكس و اس مع نزول على بلاي ستيشن فايل في السنة اللي رح تنزل فيها شو ما كانت ومن بعد شفنا مقطع لعبة في ار باسم باهيمث واللي هي من بداعات ستوديو سكايدانس لعبة باهيمث هي لعبة ار بي جي رح تضعنا في عالم مليان بالمخلوقات الاضخم منها بألف مرة واللي انا صراحة انبسطت كتير على الفيديو والفكرة العامة تبعت اللعبة بوجود ومحاربة هدول العمالقة لعبة باهيمث رح تنزل في شهر عشر على جهاز بلاي ستيشن في ار 2 وفي حال كان عندك جهاز البي اس في ار 2 متردد ددا انت رح تشريها ولا لا فانا بقدر انصحك انك انت تجرب لعبة The Walking Dead Sense and Sinners اللي هي من ابداعات ستوديو سكايدانس كمان واللي هي متوافرة الآن من خلال بلاي ستيشن بلس واللي بناء على تجربتك في لعبة The Walking Dead اتوقع رح تشوف اذا كان ستوديو سكايدانس بستاهل انك تشري لعبته الجديدة باهيمث ولا لا ومن بعد لعبة باهيمث شفت مقطع خلاني انصدم صدمة العمر وصراحة قشعر بدني لما سمعت صوت الاسكانر الكلاسيكي من افلام ايريان بس للأسف نزلت دمعتي لما شفت الاسم فيه على الشاشة واللي هي بيحكي انه هاي اللعبة رح تكون هي بلاي ستيشن في ار تو انا للأسف ما عندي جهاز بلاي ستيشن فايف ولا حتى عندي جهاز بلاي ستيشن في ار تو بس اذا صار في سبب انه اشري هذا الجهاز فهو رح تكون هاي اللعبة واللي هي لعبة ايليان روغ انكيرشن واللي بتوقع انها ان شاء الله رح تكون لعبة خيالية وخصوصا فكرة انك تلعبها من منظور الفي ار وتتخيل حالك بتمتعقبك واستيادك من مخلوق الزينامورف بشكل ممكن يكون مخيف اكثر من لعبة ايليان ايسوليشن المقطع كان بيوضح تواجد بندقية البلس ريفل فراح نشوف جيم بلاي بتركيز عن الاكشن واطلاق النار مثل لعبة ايليانز كولونيا المارينز ولا اللعبة رح تكون بتركيز السورفايفر واستعمالنا لسلاح البلس ريفل رح يكون محدود وبسيط كل هاي الاسئلة رح تبين بمجرد ما يقرب موعد نزول لعبة ايليان روغ انكيرشن واللي هي فترة الاعياد او نهاية السنة لعام 24 وان بعدها شفنا فيديو اسطوري للعبة ويروينز ميت واللي هي لعبة من الالعاب الحصرية لبلاي ستيشن 5 المقطع تاعها هاي اللعبة كان جدا خيالي حتى كان في مقاطع ذكرتني بفيلم كراوتشن تايجر هيدن دراجون وخصوصا بمقطع القتال في غابة اجار الخيزران لعبة ويروينز ميت هي لعبة اكشن RPG رح تضعنا في عالم مفتوح بالكامل في الصين القديمة واللي تم الكشف عنها لأول مرة في عام 2220 واللي كانت من الالعاب اللي رح تنزل فقط على الكمبيوتر بس الان مع الستيرتو بلاي من الواضح انه سني دخلت في شراكي مع الاستوديو المسؤول عن هاي اللعبة عشان انه ينزل على جهاز بلاي ستيشن 5 كمان لغاية اللحظة مش معروفة ممكن نشوف لعبة ويروينز ميت انها تنزل وخصوصا الان بتواجد نسخة بلاي ستيشن 5 بس من اغلب الظن انه رح نشوف معلومات اكثر عنها في سنة عشرين خمس وعشرين وبعدين شفنا فيديو جديد لعبة الملتوبلاير المجانية مارفلز ريفلز واللي كان في ذكر انه رح يكون في بيتة تجربية لالها رح تكون في شهر سبع من عام عشرين اربع وعشرين واللي رح تكون متوافرة لكل لعبين الكمبيوتر والاكس بوك سرس اكس واس وبلاي ستيشن 5 وان بعدين شفنا فيديو الكشف عن الريميك للعبة انتل دون واللي كان في اشعاعات سابقة لهذا ستيتو بلاي بتحكي عن تواجد هذا الريميك هذا الريميك رح يمل افر هول على مستوى الصور والرسوم وبعض التحسينات على الجيم بلاي العام ورح ينزل على بلاي ستيشن 5 والكمبيوتر في فترة الخريف العام عشرين وبعدين شفنا فيديو جديد عن واحدة من اكثر العاب المنتظرة واللي هي لعبة باثوفيك زاير الجزء التاني واللي انتهى الفيديو تبعها بالتأكيد ان اللعبة رح تنزل في نهاية سنة عشرين اربع وعشرين وبعدين شفنا فيديو جديد لعبة سالنت هلتوري ميك واللي هي برضو تعتبر واحدة من اكثر العاب المنتظرة ما بين اللاعبين وخصوصا محبين العاب الرعب الفيديو الجديد كان فيه تركيز على القتال بالإضافة إلى عناصر القصة وكان فيه مثل المقاطع اللي حسيت أنا محاولة من شركة كونامي إنها بتتأكد أن لعبة Silent Hill 2 Remake هي لعبة بتركيز الرعب ورح تظلها محافظة على عناصر الرعب اللي كانت موجودة في الإصدار الأصلي لأنه شفنا مؤخرا حملة انتقاد من اللاعبين اللي كان فيه حكي أنه ممكن لعبة Silent Hill 2 Remake يكون فيها تركيز على الأكشن أكثر منه على عناصر الرعب الفيديو تبع لعبة Silent Hill 2 Remake انتهى بالتحديد أن اللعبة ستنزل يوم 18 من عام 2024 ورح تكون طبعا نزول على جهاز بلاي ستيشن 5 بشكل حصري طبعا باب المعلومة الروايات بتحكي أن لعبة Silent Hill 2 Remake رح تكون حصرية لجهاز بلاي ستيشن 5 لمدة سنة من تاريخ نزولها فيعني المفروض أن السنة تجاي بشهر عشرة إذا الله أعطانه عمر طبعا نشوفها تنزل على الأكس بوك سيرس إكس و إس طبعا في حال كانت هاي الأقاوية صحيحة وما كانت سنة عام لصفقة حصرية أبدية مع شركة كونامي وبعد لعبة Silent Hill 2 Remake شوفنا فيديو للعبة كاب كومي الجديدة من ستر هنتر وايلز واللي بكل أماني بحكي أنه رفع هاي اللعبة لتكون على قائمة أكثر ألعاب المنتظرة بالنسبة لإليه المقطع كان مليان بأمور جميلة سواء كانت المناظر والمناطق اللي رح تأخذنا اللعب لإلها بالإضافة إلى القتال اللي من الواضح أنه رح يكون على مستوى جدا خيالي والليه طبعا مع كل جزء من ألعاب مانستر هنتر بيكون القتال في الجزء أحلى وأفضل من الإصدار اللي قبله ومن الواضح أنه رح يكون في تواجد عناصر جوية ديناميكية متغيرة بحد كان في تواجد عواصف رعدية أثناء قتالنا لوحش شبيه بالأسد وكمان كان في تواجد لمخلوقات رح نقدر نركبها واللي رح نقدر نستعملها في قتالنا بالإضافة أكيد للتنقل واستكشاف العالم للأسف الفيديو تبع مانستر هنتر ويلز انتهى بدون ما يكون فيه تأكيد متى ممكن أنه هاي اللعبة تنزل سواء كان في 20-25 أو بعدها بس على الأكيد أن هذا الفيديو رفع الحماس مليون لكل محبين ألعاب مانستر هنتر وهي برضو من الألعاب اللي رح تنزل على كل من الأكس بوك سيرس إكس وإس بالإضافة لتواجد على بلاي ستيشن 5 وفي آخر الفيديو كان متواجد في حلقة الستيتو بلاي هاي كان هو تأكيد لإشعاعات سابقة بتحكي أن ستوديو تيم أسوبي كان شغال على لعب جديد عن شخصية أسترو بات واللي فعلا طلع هذا الحكي الصحيح وشوف نهاية اللعبة في هذا الستيتو بلاي اللعبة السابقة لأسترو بات كانت هي مثل التقدم واللي نزلت مجانا مع بلاي ستيشن 5 واللي كانت وسيري لتوضيح كل القوة وجبروت الأداء لجهاز بلاي ستيشن 5 بالضافة إلى توضيح ميزة الهابتك فيدباك في إيد بلاي ستيشن 5 لديول سينس الآن في أي لعب الجديد رح نشوف ستوديو تيم أسوبي بيطلقوا كامل العنان لشخصية أسترو بات بحث رح نشوف قدرات جديدة وعوالم جديدة متنوعة بالضافة إلى بوسز عديدين ومميزين ورح نشوف حتى تواجد لشخصيات وعوالم من ألعاب بلاي ستيشن الثانية مثل لعبة غادوف فور أو حتى شادو في دا كولوسس والعديد من الأمور الثانية اللي رح تخلي لعبة أسترو بات الجديدة تكون من الألعاب المميزة لكل لعب من لعبين بلاي ستيشن الفيديو تبع لعبة أسترو بات انتهى بتأكيد أن اللعبة رح تنزل في شهر 9 من عام 2024 بس بضل السؤال هل رح تكون لعبة مجانية مثل ما كانت جزء الأول منها واللي رح تكون مقابل مبلغ مالي وباك بتكون وصلت الحلقة الثانية من ستيتو بلاي تبع بلاي ستيشن لعام 2024 إلى نهايتها واللي رح أحكي أنه كل أماني كان ستيتو بلاي متواضع وحتى ممكن نعتبره مخيب للأمال وخصوصا لأمال لاعبين بلاي ستيشن فعليا من أصل الـ 14 لعب اللي شفناهم في هذا الـ State of Play فيتين تين منهم رح يكونوا محصورات لمستعملين الـ PSVR 2 بالإضافة إلى لعبة Until Dawn Remake واللي يمكن ما حدا أصلا طلبها ولا أتوقع أنه في حد رح يزعل لو أنها ما كانت موجودة وكمان عن الـ PC Board للعبة God of War Ragnarok والله على الأكيد رح يبسط لعبين الكمبيوتر بس ما في استفادة مباشرة للعبين البلاي ستيشن بالإضافة أنه في خمس ألعاب من الألعاب اللي كانت موجودة في هذا الـ State of Play رح يكون لهم كمان نزول على الإكس بوكس وبهيك فعليا بضل عنا بس خمس ألعاب من أصل الـ 14 لعبة واللي تنتين منهم كانوا هم فقط من استوديوهات بلاي ستيشن الطرف الأول واللي هم لعبة Concord ولعبة أستروباط الجزء الثاني وبضل هيك عنا لعبة Infinity Nikki واللي بقدر أحكي عنها ولعبة Silent Hill 2 Remake اللي رح تنزل هاي السنة والله أعلم إذا كانت رح تكون مخيبة للأمال ولا لأ وأخيرا بضل عنا لعبة Where Wins Beat واللي بقدر أحكينا فعليا ممكن نحكي عنها إنه من الألعاب اللي رح تبسط لعبين بلاي ستيشن بس لغاية اللحظة ما في أي معلومات عن متى ممكن يشوفها تنزل سواء كان فيه 25 أو بعدها لا حول ولا قوة إلا أنا بكل أماني خاب ظني بالنيابة عن لعبين بلاي ستيشن لأنه تواجد استوديوهات بلاي ستيشن الطرف الأول كان سكر خفيف وأنا بكل أماني مستغرب إنه ليش ما كان فيه تواجد للاعبة Ghost of Tsushima الجزء الثاني واللي كان فيه إشاعات سبقة ال State to Play هادو بتحكي أنه ستوديو سكر بنش رح يكشف عنا خلال هذا الشوكيس أو ال State to Play بالإضافة إلى غياب لعبة ستوديو إنسومنياك الجديدة Marvel's Wolverine واللي هدول التينتين لحالهم كافيات أنهم يحملوا هذا ال State to Play ويخلوه مثل الشوكيس أو حتى شهر العسل لكل لعبين بلاي ستيشن إلى قويلة اللي كانت تحكي أنه سوني اختارت أنها تعمل State to Play بدل مؤتمر الشوكيس بس بسبب ضعف وقلة ألعاب بلاي ستيشن الحصرية من ستوديو هذا الطرف الأول كان فعلا صحيح 100% وأتوقع أنه العديد من لاعبين بلاي ستيشن خفضا هم بالشغلات اللي شافوها فمشانك إذا بقدر أعطي علامة نهائية لهذا ال State to Play من وجهة نظر اللاعب العادي فرح أعطيه علامة 7 من 10 بس بما أن ال State to Play بشكل عام هو معمول خصنص لخاطب لعبين بلاي ستيشن فمشان هيك بقدر أقيمه بعلامة 5 من 10 يلا تشاركوني في رأيكم في ال State to Play وهل بتشاركوني في الرأي أو أنتم شايفين أنه كان State to Play جميل وممتاز ومتكمل في الخبر الثاني واللي هو في رواياتي بتحكي أنه إكس بوكس جند ستوديو جديد باسم هندرد ستار لعمل لعبة حصرية رح تكون للإكس بوكس ستوديو هندرد ستار هو ستوديو تم تأسيسه في أواخر 2022 من قبل المؤسسين السابقين لستوديو روكستيدي واللي هم سيفتون هيل بالإضافة إلى جيمي ووكر طبعا سيفتون هيل وجيمي ووكر هم أسسوا ستوديو روكستيدي في عام 2004 واللي كانت أول لعبة لائلهم هي لعبة Urban Chaos Rayot Response اللي نزلت في 2006 ومن بعدها مباشرة اشتغلوا على لعبة باتمان أركام أسايلم اللي نزلت في 2009 واللي حققت نجاح حائر ومن بعدها شفناهم بنزلوا باتمان أركام سيتي في 2011 ومن بعدها باتمان أركام نايت في 2015 ولكل واحدة منها الدول الألعاب كانت أحلى من اللي قبلها وحطتوا ستوديو روكستيدي على قائمة أفضل ستوديوهات الألعاب على الإطلاق أخر مشاريع ستوديو روكستيدي كانت هي لعبة Suicide Squad Kill the Justice League واللي نزلت حديثا وللأسف كانت مخيبة للأمال وما لقت النجاح اللي كان الواحد يتوقعه لا حول ولا قوة إلا بالله والله ما عرف غير منك دلوقتي أضحني سفتون هيل و جيم ووكر سابوا ستوديو روكستيدي في عام 2020 أي بما أنهم سابوا هذا الستوديو قبل سنتين من نزول لعبة Suicide Squad Kill the Justice League واللي شفتهم في عام 2023 بأسسوا ستوديو جديد لإلهم باسم 100 Star واللي هو يقع في لندن في بريطانيا المعلومات المتوافرة عن ستوديو 100 Star بتحكي أن عدد الموظفين فيه هم 100 موظف تقريبا بالإضافة أن هذا الستوديو رح يعمل ألعاب بالتركيز السينجل بلاير رح تكون على مستوى لتريبل ايه بس ما كان فيه أي معلومات عن المشروع الأول لهذا الستوديو وقتها بس الآن مع المعلومات الجديدة اللي طالع بخصوص الستوديو 100 Star بنقدر نحكي أن المشروع الأول لهذا الستوديو ممكن يكون لعبة حصرية لجهاز الإكس بوكس والكمبيوتر هاي المعلومات صادرة من إنساد الألعاب إكسبيوتر ولا حكي أنه عنده معلومات بتأكده أنه ستوديو 100 Star وقع على اتفاقية مع إكس بوكس ولا هي بتنص إنه شركة مايكروسوفت رح تدعم هذا الستوديو ماليا فيه مشروع الجديد إكسبيوتر حكي أنه مشروع الأول لستوديو 100 Star هو عبارة عن لعبة سينجل بلاير أكشن مغامرات رح تكون مبنية بالكامل باستعمال محرك أنريل 5 بنضافة حكي إكسبيوتر أنه 20 موظف أصر الميت موظف موجودين في الستوديو هم موظفين سابقين من الستوديو روكستيدي وأنهم كلهم عندهم خبرة واشتغلوا على ألعاب باتمون أركام لما كانوا موظفين في الستوديو روكستيدي حلو طبعاً هذا الحكي اللي حكي أنه إكسبيوتر بخصوص موضوع خبرة الموظفين في الستوديو 100 Star بيعطينا التصور أن اللعبة رح تكون على مستوى خيالي مع تواجد هاي الناس في خبرة ألعاب باتمون أركام اللي رح يشتغلوا عليها الحمد لله طمنتي لي بالي المعلومات اللي شاركنا فيها إكسبيوتر حكيت أنه هاي اللعبة من أغلب الظن أنها رح تكون حصرية لجهاز الإكس بوكس والكمبيوتر بس ممكنها تكون حصرية بشكل مؤقت ونشوفها بعد سنة أو سنتين تنزل على بلاي ستيشن لغاية اللحظة كل المعلومات المتوافرة عن مشروع ستوديو 100 Star هي هاي المعلومات اللي شاركنا فيها إكسبيوتر واللي من أغلب الظن أنه رح تمر فترة منيحة قبل ما نشوف أو نسمع عنها إشي بشكل رسمي سواء كامل من الستوديو أو الإكس بوكس بس أنا شخصيا كتير متحمس لإلها وإن شاء الله أن ستوديو 100 Star يقدر يعطينا لعبة تعيشنا التجربة الجميلة اللي عشناها في سلسلة العبات من أركم وباكب تكون وصلنا إلى نهاية الأخبار ونهاية الفيديو في رات لا تنسوني في زر اللايك والاشتراك في القناة لمزيد المعتوى شاكرا لكم من المشاهدة ونشوفكم إن شاء الله فيديو محتوى تاني فأتمنى لكم كل خير وسعادة والسلام عليكم